ما كادت هدنة الغوطة الشرقية تبدأ برعاية روسية وبموافقة فيلق الرحمن التابع للجيش الحر حتى خرقتها قوات النظام السوري والميليشيات الداعمة لها قصف شديد تعرضت له بلدة عينترمة وكذلك حي جوبر شرقي العاصمة دمشق رغم أنهما مشمولان في الاتفاق الذي تعهدت بموجبه قوات فيلق الرحمن بمحاربة داعش والنصرة في الغوطة الشرقية وتحسين الوضع الإنساني في المنطقة التي تنشط فيها أيضا وحدات جيش الإسلام الذي سبق ووقع على اتفاق الهدنة الذي ينص على فك الحصار المفروض عن الغوطة الشرقية خرق جديد يشابه خرقا أخرى لاتفاقات رعتها موسكو في عدة مناطق متفرقة تطفي جوا من الارتياب حيال قدرة الرؤوس على إجبار النظام والميليشيات الإيرانية على الالتزام باتفاقات التهدئة مجددا حي جوبر الدمشقي في مرمى نيران النظام السوري فاتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة وفك الحصار عن الغوطة الشرقية الموقع بين فصيل فيلق الرحمن وروسيا ولد ميتا بالأساس حسب المرصد السوري ناشطون سوريون أفادوا بشن قوات النظام السوري هجوما صاروخيا على عدة مناطق في حي جوبر كما استهدفت ميران الجيش السوري نقاطا في المنطقة الواصلة بين جوبر وعين تيرما تصعيد ترافق مع اشتباكات متقطعة بين فيلق الرحمن من جهة وقوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة أخرى على محور المناشر يعزي مراقبون هذا التصعيد إلى أن سياسة الأرض المحروقة والقضمة التدريجي التي يتبعها النظام هي سبيله لبلوغ اتفاقات يكون له فيها الكلمة العليا بعد أن أطفأ بموجب الاتفاقات السابقة التي يطلق عليها تسويات معظم البؤر الساخنة في محيط دمشق فهو لن يرضى حسب تقارير عدة باتفاقيات تعامله كند لفصائل المعارضة المسلحة خاصة في المناطق المتاخمة لحصنه الحصين دمشق والتي تدخل في إطار ما يسمى بسوريا المفيدة وفي قراءات للمشهد تقدم قوات النظام على الأرض في جبهات عدة من بينها البادية السورية إضافة إلى السيطرة على حلب وقرب استعادة الريف الدمشقي ودخول محافظة دير الزور يجعل النظام مترددا في تقديم أي تنازلة فيما يرى آخرون بأن الأمر يأتي ضمن ترتيب سوري إيراني لعرقلة أي هدنة تمهد لحل سياسي هدف تدعمه أنباء أخرى متواترة عن خلافات إيرانية روسية ففي حين تميل طهران لفرض حسم عسكري في سوريا مستغلة وجود فصائل متطرفة وغياب خطوط تماس واضحة لمناطق خفض التصعيد تظهر روسيا بصورة الحريص على الحل السياسي ومعنا من سنبول عضو الهيئة السياسية في الاتلاف الوطني السوري ياسر الفرحان أهلا بك أستاذ ياسر عبر سكاينيوز عربية هل هذه الهدنة الهشة برعاية روسية استفاد منها النظام وأصبحت أشبه بمكيدة أو مؤامرة لإسقاط فيلق الرحمن والسيطرة على هذه المدن والأحياء السكانية المدنية ما من شك بأن أكثر من فخ نصبه النظام وداعمه روسيا وإيران في هذه الهدن الموقعة في الغوطة في حمص وفي الجنوب ما من شك بأن النظام يهدف بشكل أساسي إلى الاستفراد بهذه المناطق واحدة تلو الأخرى إما باتباع سياسة الأرض المحروقة أو بإجراء تسوية في هذه المناطق الاتفاقيات الجانبية هي خطر كبير على الثورة السورية النظام يحاول من خلال هذه الاتفاقيات أن يهدئ في مكان ويضرب في مكان وأيضا يعني يعطي الفرصة تجاه أي خرق يحصل في منطقة ما ليلغي هذا الاتفاق وبالتالي يمنع فصائل الجيش الحر على أن تتعامل مع النظام ككتلة واحدة اتفاق أستانا كان شاملا لكامل المساحة الجغرافية في سوريا عدا مناطق داعش وكان يقضي بأن الاتفاق يجب أن يكون شاملا ومتزامنا مع العملية السياسية وكان فيه أكثر من طرف راعي ومراقب لعمليات وقف إطلاق النار الآن روسيا وحدها هي المراقب لهذه العمليات لوقف إطلاق النار أو التهدي أو تقفيف التصعيد وهي وحدها الضامن وهي وحدها الراعي وبالتالي يعني هذا الموضوع يشكل خطرا حقيقيا على حتى مسار جنيف أيضا الجيش الحر في مواجهة داعش والنصرة وما حصل مع فيلق الرحمن هذه الهدنة كانت للاستفادة من فك الحصار على هذه المناطق ما يخضع له حي جوبر الدمشقي من هذا الحصار وهذا التجويع للأهالي يعني كيف يمكن أن استفاد النظام من هذا الوقت المستقطع وانقض بغراط أعنف وبعمليات عسكرية أشد هذا هو اسلوبه النظام دائما يمهد قبل أي اتفاق بقصف وحشي وعنيف يحاول أن يفرض الوقاع التي يريدها على طاولة المفاوضات من خلال يعني ضغط على الأرض يستهدف ذلك المدنيون وبالتالي يذعن المفاوضون يذعن الثوار ويذعن السياسيون تحت ضغط مزيد من نزف السوري يقوم به النظام وتحت ضغط مزيد من الجرائم التي يرتكبها بحق المدنيون ولا أحد يقف عنها يقبلوا يضطروا أن يقبلوا بهذه الشروط المجحفة هذه اتفاقيات إذعان لن تدوم طويلا لأنها لا تحقق أي من مبادئ العدالة ولا أي من مبادئ الإنسانية وبالتالي على المجتمع الدولي أن يتدخل ليعيد المفاوضات إلى مسارها الحقيقي سياسيا في جنيف وعسكريا لوقف إطلاق النار في أستنى أما هذا التفرد يوقع النظام الآن أو روسيا توقع الآن في منطقة والأخرى قبل أسابيع كان كنا نشهد اتفاقا على مستوى الغوطة الآن الاتفاق على مستوى أحياء في الغوطة ثم وبعد ذلك سيحاولوا أن يفرضوا اتفاقيات على مستوى الحارات هذه مشكلة حقيقية سياسة روسية تكتيك يعني سيء لا يخدم واقع الرغبة بإجراء تسوية أو حل في سوريا ولا يخدم وقف إطلاق النار بشكل دائم ومستدام ومتزام مع العملية السياسية لا يخدم العدالة الدولية وبالتالي يجب أن تعود الأمور إلى مسارها الحقيقي ما هو موقف فائلة الرحمن وموقف فائلة الرحمن بعد هذا القصف العنيف على حي جوبر وعلى أيضا بلدة عين ترما هل هو إسقاط تام لهذه الهدنة أم هناك من أمل للعودة إليها من جديد؟ يعني حقيقة الاتفاق يولد ميتا في أكثر من مرة النظام يخرق هذه الاتفاقيات وروسيا لا تلزمه إطلاقا ولا تتخذ أي إجراءات رادعة بحقه وأيضا روسيا تخرق في أماكن أخرى هذه الاتفاقيات نعرف تماما بأن اتفاق أنقرة الموقع في نهايات العام الماضي سجل في مجلس الأمن وصدر قرار ملزم مجلس الأمن بتبنيه وأيضا فرض وقف إطلاق النار بموجبه طالما هذه الاتفاقيات الآن لا تتخذ الصفة الرسمية الدولية تبقى ضعيفة كما قلت لك روسيا هي الضامن الوحيد هي المراقب الوحيد وهي الراعي الوحيد وهي ما تزال من حادثا إلى النظام فصائل الجيش الحر مضطرون سواء فيلق الرحمن أو جيش الإسلام تحت ضغط ارتكاب النظام مزيد من الجراء بحق المدنيين وبالتالي هم يدعون لهذه الاتفاقيات لوقف النزيف السوري وحقن الدم السوري لكنها ليست من العدالة وليست من المبادئ التي نصت عليها قرارات الدولية بشيء وقف اطلاق النار يجب أن يكون شاملا ويجب أن يكون مراقبا من أطراف محايدة وأطراف متساوية في مواقفها تجاه النظام وتجاه الثورة السورية ماذا يمكن للجيش السوري الحر لفيرق الرحمن بعد عملية الخداع التي حصلت في الأيام القليلة الماضية بعد اجتداد القصف على جوبر وعلى عين ترما إلى أي حد يمكن أن ينجح النظام في السيطرة على الغوطة الشرقية بشكل كامل بعد هذا القصف وهذه الهجمات الأفضل لجيش الرحمن أن يعلن بأن الروسي لم يلتزم بما عليه كطرف ضامن ورعي لهذه الاتفاقية وأن يعود إلى مسار أستنى وأن يحاول أن يبحث عن ضامنين آخرين دوليين لهذا الاتفاق لا يترك روسيا تستفرد بمفردها بمصيره ومصير أبناء المنطقة ولا يترك نفسه خاضع فقط لابتزاز دولة تزعم بأنها عظمى مثل روسيا وبالتالي هو لا ظهر له هم قد تخلوا مع الأسف بعض الفصائل عن الدول الصديقة التي يمكن أن تعلي صوتها بالمحافل الدولية سواء من الأمم المتحدة أو من مجلس حقوق الإنسان أو من مجلس الأمن وتطالب بتنفيذ انفاذ هذه الاتفاقيات واتخاذ إجراءات رادعة بحق من يرتكب هذه الخروقات الآن هم وقعوا هذه الاتفاقية بمفردهم وهذا يعني أعتقد خلال سندفع جميعا ثمنا له ما زال هناك وقت أقول للملمة هذه الاتفاقيات ليوقع الجيش السوري الحر على مستوى كامل المناطق الجغرافية في سوريا حتى يستطيع أن يرد على أي خرق يحصل في الغوطة ربما في درعة يستطيع أن يرد على خرق يحصل في حمص في حما الآن كل اتفاق وحده له شروطه المختلفة عن الاتفاقيات الأخرى وبالتالي أصبحت السياسة الروسية المتبعة هي فرق تسود اتفاق مصالحة هنا وتصعيد هناك وخروقات في مكان آخر مزقوا من خلال هذه الاتفاقيات الجيش الحر الذي كان يفاوض بوفد واحد في أستانا ويوفض أيضا الشعب السوري بوفد واحد في إجنيف الآن هذه التسويات المنفردة وهذه المصالحات يجب أن تعالج ويكفينا ما نشهده من خروقات لنفكر من جديد بإعلان إلغاء هذه الاتفاقيات والمطالبة بجمعها في اتفاق واحد وقف إطلاق النار هو هدف وأولوية للشعب السوري للمعارضة السورية للجيش الحر لم يستخدم الجيش الحر النيران إلا للدفاع المدنيين وإذا ما تحقق وقف إطلاق النار تعود الثورة إلى سلميتها عضو ناية السياسية في الاتلاف المطني السورية سر الفرحانكو تمعنا من إسطنبول شكرا جزيلا لك